اهلا بكم في فيديو جديد معنا من سلسلة النيم راكشن النهاردة معنا تفاعل اسمه ايلدر اين راكشن زي اكيد انك سمعت الاسم قبل كده مش طاقة من دلز ايلدر راكشن اه هو هو بالزبت بتاع الضيينوفيل والضيين هنا هناخد نفس الشي بالزبت بس اينوفيل و اين مش طاقة منها هو هو نفس العالم بالزبت ولكن عمل تفاعل تاني طيب التفاعل ده جزء من مقرر كامل اسمه بالخصوص الجزء المتعلق بالسيجماتروبك ري ارينجمنت او ري اكشن ده نوع التفاعل بتاعه واحد وخمسة لو جاي تسمع التفاعل ده كأنه جزء من المكرر ده انصحك تروح على القناة بتاعتنا هتلاقي فيه كورس كامل عن جوه الكورس جوه الحلقة بتاعت هتلاقي الشرح بتاع بالتفصيل الممل وازاي عملية النقلة حصل طيب لو انت مش مكرر عليك الكورس ده خليك معانا في الفيديو هنشرح الميكانيزم بالتفصيل سواء متعلق بالشيفتينج اللي حصل من واحد لخمسة او الميكانيزم العام بتاعه بس مش هتكلم على حتة الاندو برودكت والاكسو برودكت دي طبعا قضية تانية انا هنا مهمتي اعرفك الميكانيزم ده بيتم ازاي لكن مش هشبعه زي ما كنت باشرحه في مكرر بي سايكري اكشن فاتمنى تلقي نظرة على الكورس خلينا نبدأ الشكل العام من التفاعل بتاعنا اول حاجة هو بحصل بالكين اللي هو فيه دابل بوند عادي بنسميه اينوفيل اللي هو الكين كده اسمه اينوفيل في دل زالدل كان اسمه ايه ضيينوفيل ليه هناك كان ضيينوفيل وهو فيه دابل بوند واحد لانه كان تابع للضيين اللي جنبيه لكن هنا انا لما هشتغل هشتغل فيه دابل بوند واحدة خلينا اكتبها كده هارتجين وهنا double bond ده اسمه IN IN ليه لان في double bond اذا فالفيل بتاعه هيبقى اسمه مشتق منه IN وفيل حتى لو محتوي double bond 1 انا مليش دعوة بدا ده اللي بيحكم لي في double bond 1 اذا اين في 2 double bond اذا ضيين يبقى اللي بعده هيعتبر الفيل بتاعه هيبقى جزء منه طيب الشرط الاول حققنا ان انا معي مجموعة IN اللي هي محتوي على double bond 1 طيب الشرط التاني زي ما انت شايف كده يكون معي الليك هايدروجين الليك هايدروجين يعني يعني double bond الكربونا اللي بعدها متصلة بواحد هايدروجين على الاقل ساعتها سمب الكربونا دي الالليك هايدروجين وهي دي اللي هيكون الشغلة عليها انا عايزا الى الهايدروجينة دي من هنا للمركب التاني كل الفكرة ان انا بعمل rearrangement اللي حصل فقدة في زرات ولا فقدة في double bond ولا اي حاجة اه يمكن في فقدة حصل في double bond واحدة لاني انا اللي هربط بيها المركبين في بعض ولكن دايما مش هنخسر اي حاجة في الطريق نفس المعادلات ونفس كل حاجة معنا اللي هنمشي بيها هيكون هي هي طيب خلينا نشوف الميكانيزمة هيتم ازاي او نحط الرياكشن النهائي بتاعنا هيكون بهذا الشكل z y وي دي هتكون hydrogen double bond مين z وال y دول اعتبر دي مثلا y واعتبر دي z يعني اي ان كان هما مثلا كاربونات بالنسبالك عايزت اعتبرهم كاربونات بس انا بقولك دول اي مجموعات بالنسبالي مايفرقوش هما مين اهم حاجة بالنسبالي ان في double bond سواء كانو نيتروجين لو مثلا كانت كده n n ودو مرتبطا مايفرقش معايا مين المجموعات ال y وال z دول اهم حاجة محتوية واحد double bond بس طب تمام خلينا نشوف الميكانيزم بتاعنا بقى هيتم ازاي بعيدا عن كل الكلام ده ويعملية الشيفتنج بتاعت ال 1 و 5 sigma تروبيك تمام خلينا نكتب ميكانيزم طيب اول حاجة بالنسبال لنا انا ال allylic hydrogen المحتوي على double bond واحد انا مش بكتب دي على سن يا رابط انا بكتب دي دي المفروض اني هي اساسها CH3 انا محتاج بس لها هيدروجينا واحدة منا تمام ده اسمه ال IN اللي انا فيه محتوي فيه على double bond واحد طيب ال IN وفيه البنسبال زي ما قلت لك YZ ما تفرش معا المجموعتين هنا carbon nitrogen زي ما تحب طيب بعد كده ع الساهمة عندك قال لك حطيلي acid او اي ان كان مش مشكلة نوع الاسد ده ممكن لووس acid او اي حاجة وعندك حرارة طيب عملية shifting اتحصل ازاي او عملية الرنجم اتحصل ازاي قال لك عند الهايدروجين انا مطلعة بره دي واكسر لي كسر هنا في النص ورقم لي حوالين الكسر ده دي هتاخد واحد هل لسه بعد الهايدروجين دي دي حاجة النحة التانية متصلة بيها لا مفيش هي رقم واحد وقف طيب عند الكسر من الناحة التانية رقم لي برضو واحد هل بعد الواحد التانية ده في حاجة تكمل اه في في اتنين في ثلاثة في لسه تكمل والواي هحسبها اربعة والزد هحسبها خمسة يعني انا بعد التلاتة بافضل ماشي معها ادخل على الانو تمام فبالشفتنج العادي قال لك ادخل من رقم واحد ووديها لرقم خمسة تمام ده حصل فعشان كده احنا بنسميه واحد وخمسة سيجما تروبك ري ادخل عشان كده انا بنقل ده من هنا طبعا الهايدجين ده لما تتنقل انت عارف ان الدابل بوند هتعيد ترتب نفسها انا عملتها خلتها ساتيوريتد بدل ما كانت انساتيوريت فبالتالي هتروح تريجي هنا والدابل بوند هترتب نفسها مرة ثانية وتعوض للنقص اللي كان حسنا فالميكانزم بسيط جدا مفيش في مشكلة كل الفكرة ان انا بنقل في هايدرجين بس طيب هقول لك الشكل النهائي عادي انت كده 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 هيكون بهذا الشكل اده واي الدابل بوند دي تنقلت بين واحد الاتنين اللي كانت هنا وده تلاتة اللي اتصلت مباشر بالواي والواي كانت متصلة بالزد الزد اللي اخدت الهايدرجين الزد دي ما مايفرقش معاي كانت نيترجين كانت كربون ايا كان نوعها المهم اني اخدتلي الهايدرجين وبقت فعملت عملية نقل بس من رقم واحد لرقم خمسة اللي هو واحد بتلاتة طيب هل ينفع ان الهايدرجين دي تتنقل مش مفوض الهايدرجين دي موجبة ازاي هتتنقل هتروح تهجيمي على دبل بوند فهقولك اللي بيحصل هنا خليني هاشط ده انت عرفت الميكنزمة بيتم ازاي انا بقولك ليك حاجة انت جانبية هي تابعة المنهج السيجما تروبك ولكن لا منع ان انا اختملك بيعان قالك المجموعة دي بنسميها لانها محتوى دبل بوند واحد قالك افترض مجموعة دي كانت متصلة بمجموعة مجموعة ساحبة قالك المجموعة الساحبة بتسحب الاكترات عندها فالتالي بتكون نيجاتف صح كده صح يبقى مجموعة دي بوزيتف لانها اخدت الاكترات وثابت عند نقص او بنسميها بوزيتف عليها عموما يعني يبقى الزد النحة التانية دي بوزيتف ليه لان حوالين الدبل بوند الشحنات بتبقى متوزعة لو الواي اللي النحة التانية مجب اذا فالزد سالبة طيب لو الواي كانت سالبة اذا فالزد مجب فهما بيبقوا عكس طيب فالاولى ان السالب ده هو اللي يبدأ للهجوم يعني لو انا كان معايا اللي اللي بدأت به فالاولى ان النجا تهجم لي وتروح تاخد الهايدجين فكان الدنيا بقت مزبوطة فده لما الرابطة بتاعت اخرت الهايدجين سابت لي رابطة فالربطة تروح تعوض لي النقص اللي كان حصل هنا والدبل بوند دي بقى اللي اصلا دبل بوند اللي راحت هنا راحت فين هقول لك دي عمرها ما هكون نيجاتيف الا لما تشحنة دي تجاه هنا ودي عمرها ما تكون بوزيتيف الا لما دي تمشي من عندها وتسيب لها فقد تمام انا مش هحط الشحنات كده واسيب الدبل بوند قاعدة في النص هي مش هيحصل لها انتقال الشحنات دي فقالتلي على طول طالما دي بوزيتيف اذا فنحة تبقى سالب اخليها سالب ازاي ان الدبل بوند تروح نحيتها لما الدبل بوند تروح نحيتها ازا بقى عندها اكسس او من زيادة من الالكترون ازا فهي بتكون سالبة فلما تروح تجي تاخد الهايدروجن زي الشطرة والهايدروجن تبقى تنقلت من رقم واحد وروحت لي رقم خمسة والربط بتاعتها تحوض لي هنا النقص وترجع عليه دبل بوند دي ترجع تروح تيجي لي على الواي اللي باقت شحنة موجبة اتمنى تكون فهمت الميكانزم بيتم ازاي وحكاية الشفتنج او الربط دي بيتم ازاي لو انت فاهم دلزالدر العادي بتاع الدين والدين وفيه هتقدر تفهم ده من غير اي مشاكل انه بيتم بنفس الكيفية طبعا لو انت واحد متوسع وعايز تفهم الاندو بروداكت والاكس بروداكت فانصحك ترجع لكورس البرصايكلي تحديدا المتعلق بالسايكل ادشن يعني هنا داخل فيه جزء جزء السيجماتروبك لانا بنقل من واحد لخمسة ريئرينش ترجع متوسع وفي نفس الوقت سايكل وقدشن ان انا بتشتغل فيه حوارات الدلزالدر والاكس بروداكت وما الى ذلك فعندك كورس البرصايكلي ده غنى عنه حقيقة لو انت واحد بتحب الكيميا وتحب الميكانزمات وكذا نلتقي في فيديو بإذن الله مع السلامة